اشتركوا في القناة محمد عبد الناصر مدرب الإسافات الأولية بالهيئة الأحمر المصري أهلا بك دكتور محمد أهلا بك دكتور محمد موضوعنا النهاردة هو كلمة شائعة عند الناس حد سمع خبر ما كانش مناسب بالنسباله يقول لك أنا تصدم واحد جالوا خبر حلو قوي في التليفون أو واحد جالوا خبر وحش قوي في التليفون يقول لك يا خرابي ده جالوا صدمة كبيرة طيب كلمة صدمة الناس بتديها تعريف غير التعريف اللي هي المفروض تبقى موجودة عليه كلمة صدمة الناس مديها حجم أقل من حجمها هل نقدر دلوقتي نعرف الناس ونتناقش مع بعض في كلمة صدمة وإزاي قد إيه هي خاطر على حياة الإنسان؟ طبعا زي ما حضرتك بتقول يا دكتور سمير الكلمة الصدمة عندنا مفهوم خاطئ شوية عندناها إن هي الصدمة العاطفية الصدمة خبر وحش خبر وحش فرح قوي فانا تصدم حد عارف غلاء الأسعار فاتصدم فاتصدم جدا طبعا فالكلمة عاوزين نحددها بمفهوم أحسن وأشمل ومفهوم طبي أكتر يعني هو بكلمة صدمة تعرفها هو هبوط حاد في الدورة الدموية هبوط حاد في الدورة الدموية بالزبط يعني ده الهبوط اللي بيحصل لنا العادي ولا إيه هبوط حاد دي؟ نفرق بقى هو الهبوط العادي اللي بيحصل لنا يعني ده ممكن لما تقعد شوية ترتاح اللي فيها كمان شوية هتلاقيها راحت النمص الهبوط الحاد في الدورة الدموية معناه إن القلب أو الدم اللي وصل للقلب والمخ اللي هم أهم عضوين في الجسم كله قل تماما قل تماما وده حصل بصفة مفاجأة اه تماما هو حضرتك قلت هبوط حاد في الدورة الدموية بالزبط طيب معلش يا دكتور ممكن توضح صاني الدورة الدموية دكتور سمير هي متكونة من 3 أجزاء 3 حاجات 3 حاجات بالزبط أول حاجة فيهم القلب القلب وهو هنعتبره أنه هو المضخة الأساسية بالزبط المضخة الأساسية اللي بتضخ الدم السائل اللي ماشي بالزبط في قلب الأوعية الدموية في قلب الأوعية الدموية فإحنا الدورة الدموية متكونة من ثلاث حاجات القلب اللي هو المضخة والدم اللي بيمشي بها في قلب الأوعية الدموية بس هي دي الدورة الدموية هي دي الدورة الدموية بشكل مختصر طيب يبقى الهبوط الحاد في الدورة الدموية يحصل بسبب حاجات أثر على حاجة من الثلاثة دول بالزبط طيب خلينا نتكلم عن حاجة حاجة لو تكلمنا عن القلب أيه القلب ومرة واحدة يعمل هبوط حد في الدورة الدموية ايه اللي ممكن يحصل للقلب هو حاجتين في منتهى الخطورة اول حاجة حضرتك احنا اتكلمتوا فيها في حلقة سابقة عن الازمة القلبية الازمة القلبية اه فان احنا تناولنا الموضوع ده في حلقة وثاني حاجة الصعق الكهربائي الصعق الكهربائي بالزبط لو الانسان اتعرض لصعق الكهربائي ممكن يبوز او يلخبط الكهرباء بتاعت القلب فيدخلني في اعراض الصدمة الكهربائية اللي احنا يعني اه دي سبب من اسباب الصدمة الصعق الكهربائي يوقف القلب في دخلني في القلب يعني السبب في الموت من الصعق الكهربائي مش الصعق الكهربائي ولكن هي الصدمة اللي حصلت وقفت القلب الصدمة اللي حصلت وما تلاها على طول من توقف القلب اه تمام تمام اه تمام احنا معنا فيديو عن الصعق الكهربائي دلوقتي ممكن نتكلم عليه اه دي حالة صعق الكهربائي حد يعني كان فيه سلك مكشوف او حاجة وبدأ انه يتكارب طيب في الحالة دي يا دكتور المفروض ان انا دلوقتي خايف على القلب بس هو عملية كهرب انا على مروح اتطامن على القلب هتصرف معه ازاي اول حاجة هنعملها ان احنا لو نحاول بقدر الامكان لو مصدر الطيار الكهرابي جنبي احاول افصل الطيار الكهرابي على طول عنه لو انا مصدر الطيار الكهرابي المسبب الصعق الكهربائي ده بعيد عني شوية فانا حاجي باي حاجة ابعد الشخص المصاب ابعد الشخص نفسه عن المصدر الكهربائي طيب هنا المفروض أن أنا أسيبه ولا أتعامل معاه عادي ولا أبدأ أن أتعامل معاه لأنه هو صدمة زي ما هنتكلم بعد كده ولا أحاوله على الإسعاف مباشر ولا أعمل معاه يعني أول حاجة هتعملها زي ما اتفقنا معه دلوقتي أنه إحنا هنفصل الطيار الكهرابي أو هنفصل هنبعد الشخص بيده عن الطيار الكهرابي على طول أنت متوقع أنه هو الشخص ده على حسب برضو قوة الطيار اللي هو اتعرض لها أنه هو أعراض الصدمة هو دخل فيها حالا أو هيخش فيها دلوقتي فلازم الشخص ده يعني أتعامل معاه على أنه هو دلوقتي مصاب صدمة بالنسبة لي مصاب صدمة بالنسبة لي وأتصل بالإسعاف واشوف ولازم طبعا أتصل بالإسعاف طب ده الكلام ده لو كان بقيل منه إنسان أتعامل معاه ما يكونش يتفحم ما يكونش يتفحم أو حصل له حاجة زي ما نتكلم بعد كده في الحروب تمام مظبوط كده طيب تمام طيب يعني ده الصعق الكهرابي والأزمة القلبية دولة بيأثرهم على القلب على أداء القلب نفسه يعني فبعد شوية القلب بيتوقف وقبل ما القلب بيتوقف على طول هي مرحلة الصدمة يعني مرحلة الصدمة هي المرحلة الأخيرة قبل توقف القلب تمام طيب ده كان المكون الأول المكون الثاني بقى من قناة الدورة الدموية زي ما حضرتك ذكرته وهو الدم الدم طيب الدم إزاي أثر عندي في الصدمة؟ إزاي يعمل معايا صدمة؟ الدم إزاي دخلني في مرحلة الصدمة؟ أول حاجة حنتكلم فيها وهي إصابة مهمة جدا النزيف الحاد النزيف الحاد إن مثلا واحد اتعرض لحدثة واحد اتعرض لجرح فقاعد بينزف مدة طويلة الدم كل ما يفقد بصورة أسرع أو كمية أكبر ده بيقل للدم اللي وصل للقلب وللمخ فبيدخلنا على طول في مرحلة الصدمة يبقى النزيف الحاد أو النزيف الغزير هو ده السبب اللي يخلي الدم يسبب معايا الهبوط الحاد في الدورة الدموية بالضبط كده طيب طيب ما هو الدم ده مش مكونا من كراته بس؟ يعني مش مكونا من خلايا وبس؟ تمام هو ممكن الإنسان يعني هل ممكن الإنسان ينزف حاجة تانية غير الدم؟ الإنسان ممكن ينزف طبعا حاجة تانية غير الدم وحاجة غريبة جدا ممكن ينزف ميا ينزف ميا بالضبط كده يعني يعني إزايا الإنسان ينزف ميا؟ حاجة اسمها في الطب عندنا الhypovolemic shock ده بتبقى نتيجة هو المكون الأساسي خلينا أقول لحضرتك المكون الأساسي للدم هو الميا هو الميا بالضبط اللي بيمشي فيه اللي بيكون معاه بقى بيتي لكورات الدم والحاجات الخلايا الموجود بيكون معاه بالضبط تمام حال فلما الإنسان بيفقد كمية كبيرة من السوائل والأملاح اللي في جسمه ودي ممكن تكون طبعا عن طريق الإسهال المزمن عن طريق الترجيع المزمن والإنسان يعني مصاب ده ما بيعوضش اللي هو السوائل اللي نزلت منه ما بيعوضهاش كويس فبعد فترة الجسم بيبتدي يفقد كمية فيبدأ يبقى متباطئ في الأوعية الدمهوية بنافس الشكل احنا شايفينه على الفيديو الكسافة أو اللزوجة بتاعت الدم نفسها بتزيد فالدم اندفاعه في الشرايين اللي بيوصل للقلب واللي خارج من القلب بيقل جدا فبيدخلنا في أعراض الصدم بيدخل في أعراض الصدم يبقى أنا دلوقتي الإنسان ينزف دم أو ينزف مكون من مكونات الدم الأساسي زي المياه الموجود وطبعا ده ممكن يحصل معنا في الحالات بتاعة الإسهال الشديد الإسهال الشديد يحصل معنا في الحالات الترجيع المستمر الترجيع المستمر طيب فصل الصيف يعمل معنا مشكلة؟ فصل الصيف يعني احنا دي عندنا إصابات شائعة كتيرة جدا في فصل الصيف أولهم صدمة حرارية ممكن إنهاج حراري تقلصات عضلية لو الإنسان بيعمل مجهود بدني كبير جدا في درجة حرارة عالية بيفقد سوائل من جسمه كتير قوي عن طريق العرق طبعا زي ما حضرتك عارف وما بيحوضش يعني المشكلة عندنا هنا إنه هو الإنسان اللي بيعمل مجهود بدني كبير قوي في درجة حرارة عالية والصيف زي ما حضرتك شايف داخل الهاجم داخل داخل بدري قوي بالظبط كده فالإنسان ما بيعوضش السوائل وده مبشر مبشر إن الصيف بتاعي السنة دي هيبقى هيبقى طبعا حر جدا حاجة مختلفة نسمعنا مصطلح السنة اللي فاتت وكان تقريبا لأول مرة بنسمعه في الشاشات بالنسبة العامة للناس كنا بنسمع مصطلح الصدمة الحرارية طبعا فوضح دلوقتي إحنا لما بدأنا نوضح مفهوم كلمة صدمة الناس بدأت تستوعب يعني إيه صدمة حرارية إنها هتموت الناس بدأت تستوعبه إزاي إن إنسان ممكن يموت بالظبط تمام فالصدمة الحرارية دلوقتي دي على فكرة إن شاء الله هتبقى موضوع من الموضوعات اللي هنتكلم عنها فيما بعد في حلقات تانية إن شاء الله طيب إحنا كده اتكلمنا عن اتنين مكونين القلب بتاع الدورة الدموية والدم بس ما اتكلمناش عن الحاجات اللي ماشي فيها الدم بالظبط هل الحاجات دي أو الأوعية الدموية دي اللي ماشي فيها الدم هل بشكل أو بآخر تقدر تأثر معايا وتخلي المصاب يدخل في صدمة؟ طبعا طب إزاي؟ الأوعية الدموية في حاجتين أو قصطين ممكن يأثروا تماما على الأوعية الدموية واللي ماشي فيهم بقى من دم يأثر يا إما على وسعهم أو يأثر على حالتهم من جوة معلش يا دكتور مش فاهم هل القطرة أو الوسع بتاع الأوعية الدموية إيه علاقته بأنه هو يهبط الدورة الدموية؟ هنقول دلوقتي الإنسان لو تعرض لمؤثر مؤلم ألم شديد جدا أو حصلت له حالة من الحساسية الشديدة جدا ألم شديد؟ ألم شديد جدا أو حساسية شديدة جدا طب ده بيعمل إيه؟ اللي بيحصل في الأوعية الدموية أن الأوعية الدموية مرة واحدة القطر بتاعها بيوسع جدا طب ده هيأثر إزاي؟ هيأثر إزاي؟ إحنا هنشبهها بحاجة يعني حاجة شائعة جدا هنا يعني في البيئة بتاعتنا هنقول مثلا إن هي زي الخرطوم بتاع الجنينة الراجل اللي بيسقي الجنينة كده بيبقى القطر بتاع الخرطوم ده ليه وسع معين والمية بتندفع بقوة معينة لو مرة واحدة إحنا بدلنا الخرطوم بتاع المية ده اللي كان بيرش بيه أو بيسقي بيه الزرع بخرطوم كبير أو زي خرطوم المطافي مثلا الاندفاع هيقل الاندفاع هيقل جدا لأن الموتور نفسه أو المضخة نفسها بنفس القوة فاندفاع المية هيقل بصورة كبيرة جدا فالدم اللي واصل للقلب عن طريق العواية الدموية دي هيقل جدا وده اللي بيحصل في حالات الحساسية زي الفيديو اللي موجود معنا دي حالة من الحساسية المفرطة أو الحساسية الشديدة لما بتحصل الحساسية أو أعراض الحساسية دي اللي بيحصل في الأوعية الدموية هو توسع كبير في الأوعية الدموية فبيقلل الدم اللي واصل للقلب والمخ كتر الأوعية بيبدأ أنه هو يوسع لما يوصل عندها جزيئات الهستامين بالزبط كده تمام فتوسع فيقل المستوى بتاع الدم اللي موجود فيها يعني كده الحساسية؟ الحساسية؟ طب الحساسية العادية ولا الحساسية المفرطة؟ لا الحساسية الشديدة جدا الحساسية الشديدة بالزبط كده طب دكتور هو ده اللي احنا بنسمع عنه كتير يقولك ده حد خد حقنة مثلا بن سليم من غير ما يعمل اختبار حساسية فتوفى هي دي ولا هي ولا احنا بنكلم عن حساسية اللي واحد عطس شوية أشكرك جدا ان انت طرحت السؤال ده لان احنا هنا عندنا مفهوم خاطئ جدا في مصر ان احنا ممكن انسان بطريقة عادية جدا وبسيطة جدا يجيب حقنة يديها لنفسه ويديها لأي حد عنده في البيت من غير ما يكون عارف الشخص ده استجابته للمادة اللي في الحقنة دي عاملة ازاي لان ممكن لو خد يعني مادة تسبب حساسية مفرطة للشخص ده والدهاله من غير ما يعرف هو طبعا مش دكتور فمش فاهم ايه اللي ممكن او ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص اللي خد الحقنة دي هي دي الحساسية الشديدة اللي احنا بنقول عليها يعني هو ده النوع اللي احنا بنتكلم عنه اللي يسبب صدمة اللي يسبب صدمة الحساسية المفرطة أو الحساسية الشديدة إنما الحساسية اللي بتجيلنا من الجو اللي هي الأتربة اللي بتبقى حبور لقاب اللي بتجيل على الرياح بتاعت الخمسين زي ما حضرتك قلت الجسم بيعمل رد فعلا تلقائي دي حساسية عدية بيعتص بيكوح الميكروبات أو الحاجات اللي بتسبب الحساسية دي بتضطرد من الجسم دي ما تسببش معايا للصدمة لكن تسبب معايا مشاكل تانية بذلك تسبب معايا مشاكل في التنفس أو أي مشاكل تانية يعني دي مقدور عليها يبقى احنا هنا في النقطة دي خصوصاً بنوجه رسالة أن محدش يتعامل بأي أدوية وخلاص الأدوية دي التي يتعامل فيها بالشخص اللي هو متخصص فيها سواء كان الطبيب أو الصيدلي أو أياً كان من له علاقة بالمجال الطبي يبقى الحسية المفرطة طب الألم الشديد هو أنا مجرد متوجع كده أدخل في صدمة لا طبعاً يعني الألم الشديد ده يعني احنا لازم نحدد المفهوم بتاعه هو أنا مثلاً لو إيدي تخبطت دلوقتي في الترابيزة اتقلمت هو ده ألم شديد جداً ممكن يدخلني في صدمة لا طبعاً الألم الشديد اللي ممكن يدخل في صدمة حنقول دلوقتي كم نوعية من الإصابات ممكن تعمل ألم شديد جداً تدخلني في صدمة يعني مثلاً حنتكلم في الكسور كسر عضم الفخد أو عضم الحوض ممكن الألم الشديد ده جداً يدخلني في صدمة ممكن ألم الولادة الطبيعية لقدر الله إذا طالت الولادة شوية الألام بتبقى يعني تفوق الاعمال فممكن بالزبط تدخل في صدمه ممكن تدخل في صدمه علشان كده الحالات اللي بنسمع أنها توفت أثناء الولادة بسبب الألم ده بالزبط بسبب الألم أو النزيف طبعا النزيف إذا كان فيه نزيف مصاحب للولادة الطبيعية إذا مدة الولادة الطبيعية زادت عن الوقت المعروف يعني أو الوقت الطبيعي طبعاً الألم بيزداد وما يصاحبه بقى من مخاطر تانية نزيف ممكن أي حاجة تانية تمام تمام يعني في النهاية يعني زي ما يقولوا تعدده الأسباب والموت هو واحد سواء كان نزيف أو سواء كان أزمة قلبية أو سواء كان صعق كهربي أو سواء كان ألم شديد أو حصية مفرطة كل الأسباب دي في النهاية بتدخلني إلى الهبوط الحاد في الدورة الدموية أنا أفتكر الجملة دي تقريبا هي آخر حاجة بيزيل بها تقارير الوفاة بالضبط كده كنت هقول لحضرتك أن نهاية إحنا بنسمع الكلمة دي كتير أوي في مصر بالضبط يعني أي حد أرى تقرير وفاة أي حد شاف تصريح دفن ولا حاجة بتلاقي أنه مكتوب في الآخر تحت سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية على اختلاف الأسباب على اختلاف الأسباب لو ممكن تسهل أي حاجة أدتلك أنه هو بالضبط كده خش في صدمة حلو أبدا دي احنا دلوقتي خلاص وضحنا مفهوم الصدمة وعرفنا يعني إيه صدمة وعرفنا يعني إيه هبوط حاد في الدورة الدموية أعرف إزاي أنا أنا ماشي على الطريق وفجأة لقيت حادثة موجودة قدامي واحد ينزف حضرتك قلت لازم يكون نزيف غزير بالضبط طيب أنا نزلت أنا عايز إيه العلامات اللي لو شفتها أبدأ أقول إن المصاب ده داخل في صدمة ولازم ألحقه سؤال مهم جدا وبشكر حضرتك عليه إيه العلامات والأعراض اللي ممكن تخليني أعرف إن الشخص ده داخل في بداية صدمة أول حاجة حنتكلم عليها هي درجة وعي المصاب ده أو درجة وعي الشخص ده إحنا اتفقنا قبل كده في الحلقة السابقة يعني بالضبط بتاعة المسح الأولي إن درجات الوعي تلاتة هو مصاب واعي ومصاب متغير في درجة الوعي ومصاب فاقد درجة الوعي المصاب بتاعنا بقى واعي ولا فاقد ولا متغير لا ده هو ده اللي احنا بنقول عليه متغير درجة الوعي الراجل ده بالزبط كده الراجل ده انت حتسأله اسئلة احنا النهار ده ايه اسم حضرتك ايه يعني الحادثة حصلت ازاي حتلاقي الاجابات بتاعته غير منطقية تماما وملهاش علاقة بالاسئلة اللي انت سألتها تمام يعني حتلاقيه بيرد في حتة تانية خالص وده اول مؤشر ان الراجل ده في بداية اعراض الصدمة حال اول حاجة زي ما قلت اي ان هو تغير في درجة الوعي تغير في درجة الوعي بتاعت المصار تاني حاجة هنتكلم بقى عن المظاهر الخارجية بتاعته او العلامات الحيوية بتاعته حتلاقي ان الراجل ده نفس بتاعه سريع وضعيف سريع وضعيف يعني هي سريع وضعيف يعني حاجة بنقول عليها احنا في الطب كده الشالو بريذنج او التنفس الضحف حتلاقيه التنفس مش عميق مش قادر يدخل يملى الرأتين بالهوى تمام النبض بتاعه لو حد اصله النبض بتاعه حيلاقيه سريع جدا وضعيف برضو لان القلب بيحاول بطريقة او بيحاول يعود بيحاول يعود بيحاول يلحق الاعضاء الحيوية المهمة بالضبط فبالتالي بيحاول يسرع تمام بيحاول يسرع ضربات القلب شوية لو حنفترض ان القلب يعني بينقبض وينبسط كده في العادي فهو في مرحلة الصدمة الدم اللي واصل له قلب فعشان بيحاول يعود فبيحاول بسرعة يعود فالنبضة ما بتبقاش قوية بالضبط ما بتبقاش قوية ما بتعصرش كفاية ما بتطلعش كمية الدم اللازمة عشان الاعضاء الباقية تشتغل بصورة طبيعية جميل تمام الراجل ده ممكن جدا في لحظة من اللحظات يقولك انا حاسس ان انا عايز يرجع يعني عنده احساس بالغسيان وإحساس بالقيق لان اه الدم اللي واصل للمخ والمركز اللي بيتحكم في الغسيان وفي القيق وفي الترجيع في المخ ابتدى يبوز فالراجل ده اه حالت حين كده بيبقى عايز يرجع ويتقيا بالضبط كده الراجل ده بيبقى متوتر جدا جدا متوتر جدا جدا بالضبط وحاسس بخوف غير طبيعي وكل ما هيخاف زيادة كل ما ضربات قلبه حد زيد زيادة كل ما هيحتاج دم زيادة والدم مش موجود أصلا فالصدمة زي ما يعني عايز اقول لحضرتك ان هي بتسوق نفسها بنفسها يعني بتمشي نفسها بنفسها كده الاعراض اول ما بتبدي من صغير تبدأ تعلة 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 لحد ما تموت الانسان بالضبط كده طيب حضرتك قلت ان النبض سريع وضعيف وان هو بيتنفس بسرعة وضعف برضو اللي هو الشالو بريتنج علشان يعوض طيب بالنسبة للمصاب اطرافه عامل ايه شكله عامل ازاي بيعرى ولا ما بيعرقش بالضبط احنا اتفقنا دلوقتي ان الدم اللي وصل للقلب قليل فالدم اللي خارج من القلب للأعضاء قليل جدا فالراجل ده لو بصيت على لونه كده يعني زي ما احنا بنقول في المصطلح الدارك دمه هربان دمه هربان دمه هربان وشه اصفر وشه اصفر وشه مصفر شوية يعني وشه شاحب تمام بعد شوية يعني بعد دقيقتين تلاتة او بعد ما الدم يبتدي ايه اللي خالص ان هو يوصل للأطراف حتلاقي الأطراف البعيدة خالص يعني الشفايف ممكن الضوافر ممكن صوابع ادي او صوابع رجلي حتلاقيهم ابتدوا يزرقهم بالضبط الراجل ده زي ما حضرتك بتقول ممكن جدا ان هو عرض شائع عنده ان هو يعرق عرق بارد شوية عرق بارد احنا قلناها بكده في حضرة الأزمة القلبية او في الحلقة بتاعة الأزمة القلبية ان هو بيبقى قاعد ما بيبذلش مجهود والرغم من كده عمال يعرق بصوب عرق عرق غزير بالضبط تمام والراجل ده حاسس ان هو بردان جدا لان زي ما حضرتك اتفقنا ان الدم اصلا اللي في جسمه بعد عن الاعضاء الحيوية فهو حاسس ان درجة حرارة جسمه الداخلية قلت فبيبقى محتاج ان هو عايز يدفع بيبقى عايز يدفع والأطراف بتاعته تمام الأطراف بتاعته بتبقى شحبة وبردة جدا طيب كنت دخلت قبل كده على اصابة او على حدثة وكان في حاجة غريبة اول مصاب عمال يطلبها كان عمال يقول حرام عليكو انا عطشان شكرا شكرا من حضرتك عرفتها حرام عليكو انا عطشان ادوني شوية مية بالضبط طيب كان فيه حد حاول ان هو يدي له مية ويسقيه يعني انا منعته هل ممكن نوضح ايه مشكلة المية يعني خلينا متفقين ان كل الاصابات تقريبا في مصر حتلاقي الراجل اللي ماسك ازازة المية بتاعته الشاهم الجدع ده دي الصورة الاولى في اي حدثة ازازة المية او البرفين اه يا حاجة من اتنين يا اما بيفتحها ويرشها في وش المصاب ففجأة يلاقيه مات ويستغرب بعدين ومات ليه من الخضة تاني حاجة يا اما يدي له ويشرب مية ودي من اخطر الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في مصاب الصدمة ده تحديدا تمام ليه بقى مصاب الصدمة ده احنا زي ما اتفقنا ان هو الدم بتاعه اذا كان بسبب النزيف فهو نزف دم كتير اذا كان بسبب السوائل ان هو فقط سوائل كتير فجسمه من جوه في جفاف عاوز يشتب صح عشان كده عمال يقول انا عطشان انا عطشان انا عطشان حال اغلط حاجة واخطر حاجة نعملها ان انت تدي له مية ما تدي لهش مية خالص طبع جسمه محتاج مية ما تدي لهش مية عن طريق كده يعني في حالات ان هو العطش القصوى يعني احنا بس بنبله قطمة كده وبنبلله شفاف طب ولو انا اديته مية لا لو اديته مية حيحصل حاجة احنا مش عاوزينها تماما ايه بقى هي ايه هي لو اديته مية فالمية حتخش في الجهاز الهضمي بتاعه الجهاز الهضمي حيشتغل عشان يحاول يهضم الحاجة اللي دخلت جوله حيسحب دم حيسحب دم وانا اكتر حتتين او اكتر مكانين انا عايز الدم يروح لهم القلب والمخ وان القلب وان المخ يبقى انا ما اديلوش مية طبعا من ايه قبل شفافه بس تبل شفافه بقطمة كده يعني بس تحاول ان انت تديله احساس ان انت اهو انت بتشرب مية يعني تمام تمام طيب احنا كده تعرفنا على السبب بتاع الاصابة بتاعة الصدمة وتعرفنا كمان على العلامات والاعراض اللي انا اقدر ان انا شوفها على المصاب فبسرعة ابدأ احاول الحقه قبل ما يفارق الحياة لان انا اتفقنا انها حاجة خطيرة جدا طبعا طيب ايه بقى اللي المفروض ان انا اعمله علشان الحق المصاب بتاعي قبل ما يفارق الحياة ايه اللي انا ممكن اعمله او اللي احنا بنقول عليه الاسعافات الاولية الاسعافات الاولية بتاعة الصدمة اول حاجة هتعملها حضرتك ان انت الراجل ده تحاول تنيمه على الارض تمام انيمه على الارض وافرد رجليه تماما عشان أزود اندفاع الدم للقلب تمام وللمخ تمام وبعدين لو ما فيش يعني أبص بقى على سبب الصدمة إيه اللي ممكن يكون دخله في الصدمة دي تمام يعني إذا كان فيه نزيف شديد جدا إذا كان فيه حاجة لازم أعمل إسعاف أولي للصدمة دي أو للسبب الصدمة ده يعني لو كان فيه نزيف هنعمله يعني ضغط مباشر ولا حاجة عشان عشان أن أنا أوقف النزيف بالضبط كده لأنه هو اللي دخله في الصدمة فمش ممكن أسيبه يعني أعمله إسعافات أولية للصدمة وأسيب سبب الصدمة أصلا تمام زي ما شايفين كده في الفيديو أول حاجة هنيمه على ظهره أبص على جسمه كله إذا كان فيه إصابات تمنع أن أنا أرفع رجليه لو ما فيش أي إصابات فأنا برفع رجليه الفوق شوية زاوية 15 أو 30 درجة ومش حفظ ما فيش إصابات زي كسر مثلا كسر في رجليه بالضبط أو يعني مثلا عنده حاجة ممكن تكون كسر في العمود الفقري ولا حاجة ممكن أن أنا لو رفعت رجليه أدخله في حالة أخطر تمام بالضبط بس بقى مش حقود هنا عند مش حفظ القاعد عند رجليه لأ ده نجيب حاجة حطها تحت رجليه وبعد كده أطلع أرائب علاماته الحيوية جنبه أو جنب دماغه وبعدين لو فيه أي حاجة إحنا اتفقنا من النصاب ده بردان شوية مصبوط فلو أي حاجة خفيفة أغطيه بيها أغطيه وطبعا طبعا طبعا أكلم الإسعاف على طول فأنا حنيمه على الأرض وحرفع رجليه وعلى طول حكلم الإسعاف تمام إن إحنا زي ما اتفقنا دي مرحلة خطر جدا قبل الوفاة مباشرة حل جميل يبقى أنا دلوقتي أنا بنيمه على الأرض زي ما اتفقنا لو ما فيش استبعات برفع رجليه من 15 إلى 30 سنطي أهم حاجة معي أن أنا أسعي في صبب الصدمة زي ما حضرتك قلت بالضبط وأتصل بالإسعاف علشان خاطر تساعدني طب لو أنا الوحدي لو أنا الوحدي أعمل إيه قبل إيه أتصل بالإسعاف الأول ولا أخليه هو ينام Technique لأ أنا الأولوية بقى أدام أنا الوحدي إن أنا أعمله يعني وضع الصدمة اللي إحنا شوفناه في الفيديو اللي فات أو إن أنا أعمله الإسعافات الأولية بتاعة الصدمة هي الفكرة كلها بس إن أنا عايζ عايز ينام عشان الدم عش يروع تاني الأعضاء الحیوية بتاعته وبعدين بعد ما أخلص الإسعافات الأولية دي أقوم على طول معتصل بالإسعاف أتصل بالإسعاف تمام تمام هل في أسباب مرضية ممكن تدخلني في صدمة؟ الأسباب المرضية اللي ممكن تدخلني في صدمة يعني مصابين السكر مرض السكر بالضبط مرض السكر معرضين لمختلف أنواع الإصابات إذا ما كانش عارف يتعامل مع مرض السكر بتاعه إحنا ذكرنا قبل كده في الحلقة بتاعة الإغماء والغيبوبة ومرض السكر تكلمنا عن قصابتين خطيرين كانت غيبوبة السكر وصدمة الإنسولين صدمة الإنسولين بالضبط كده يعني دي طبعا مريض السكر معرض أنه هو لو لقدر الله خد الحقنة بتاعة الإنسولين وتأخر عليه معادل أكل ولا حاجة أنه ممكن الإنسولين لو زاد جدا في جسمه أنه هو يدخلني في صدمة الإنسولين صدمة الإنسولين تحصل طيب صدمة الإنسولين أنا ذكر بس السادة المشاهدين إحنا كنا ذكرنا قبل كده أن مصاب صدمة الإنسولين أول ما تبدأ تظهر عليه الأعراض أهم حاجة بالنسبة لي وأخطر حاجة أن أنا ألحقه بسكر مباشر مية أو مشروب سكري أو عصير أو أي حاجة مليانة سكريات ألحقوا بيها قبل ما يفقد الوعي ولكن لو فقد الوعي فخلاص أنا بحطه في وضع الصدمة في وضع الصدمة وفي النهاية بيتحول على المستشفى على المستشفى على طول تمام طيب كلمة أخيرة حضر الله تتوجهها للسادة المشاهدين تعمل وقاية أو أن إحنا نعدل حاجة بالضبط يعني أرجو أن الصدمة خطر جدا فلازم نتعامل معها بحكمة بس بسرعة يعني خليك إذا شفت الأعراض دي على مصاب لازم نعمله الإسعافات اللي إحنا متفقين عليها وعلى طول تكلم الإسعاف لأن الراجل ده محتاج الإسعاف يعني بصورة سريعة جدا أن هي توصل عشان تاخدوا الأقرب مركز طبي عشان يتعاملوا معاه هناك في المستشفى شكرا دكتور محمد عبد الناصر كان معنا ومعاكم مدرب الإسعافات الأولية وعضو فرق التدخل أثناء الطوارئ في الهيلة الأحمر المصري دكتور محمد عبد الناصر دكتور محمد أنا بشكرك مرة أخرى على وجودك معنا في الحلقة إن شاء الله نبقى مع بعض في حلقات أخرى وقادمة إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله شكرا يا دكتور سنير شكرا جزيلا يا دكتور أعزائي المجاهدين انتظرونا إن شاء الله يوم الخميس القادم مع ضيف أنا بأعتبر أضيف مميز جدا 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 من ضيوف الهلال الأحمر المصري مع أقدم مدربي الإسعافات الأولية في الهلال الأحمر المصري وإصابة جديدة أشوفكم على خير على وعد اللقاء بكم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة